انتخب المجلس الأعلى للتحاد في الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيساً للدولة وولد الشيخ محمد بن زايد النهيان في الحادي عشر من مارس الف وتسعمائة وواحد وستين وكان حاكم أبو ظبي السابع عشر ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي كبرى إمارات الإمارات العربية المتحدة كما شغل أيضاً عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة